نختم هذه النشرة بقراءة هذا القرار صادر من وزارة الثروة الحيوانية قرار يحمل رقم 128 باقتراح من الأمين العام للوزارة يقرر الوزير يقرر المادة الأولى يمنى منع باتاً ذبح الأنثى الحامل بالثلخانات وساحات الزبح التجارية في كافة الأراضي الوطنية المادة الثانية هذا المنع يخص كل الأنواع الحيوانات الأبقار الإبل الضأن والمعز المادة الثالثة على مسؤولي المؤسسات العامة والخاصة بذبح الحيوانات وكذلك مفتشي الصحة البيطريين احترام هذه الإجراءات بشدة المادة الرابعة يتعرض المخالفون للعقوبات الواردة في القانون المعمول به في جمهورية شاد المادة الرابعة يأخذ هذا القرار مفعوله بدءاً من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر حيث تدعو الحاجة أن جمينا بتاريخ الثاني عشر من أكتوبر الفين وسبعة عشر توقي وزير السلوء الحيواني والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف بقراءة هذا القرار نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من العاصمة أن جمينا نشكركم لطيب الانتباه والمتابعة تلقاكم دمتم في أمان الله